مرة أخرى تعود المعارك إلى تعز عودة بدت في مدتها وأماكن اشتعالها وكأن كل طرف يريد تذكير الآخر بوجوده أو لعلها كانت اختبارا للجاهزية وأيا كان الهدف أو الغرض فإن القصف المتبادل الذي استمر لثلاث ساعات أدى إلى إعطاب ثلاث آليات تابعة للميليشيا بالإضافة إلى استهداف أماكن تجمع الميليشيا بقصف مدفعي مركز أما الخسائر فلا توجد إحصائية دقيقة عن قتل ميليشيا انقلاب غير ترجيح يقول إن قتلاهم تجاوز العشرة قتلى بالإضافة إلى ثلاثة أفراد من الجيش الوطني وعلى مستوى السيطرة الميدانية تقول المعلومات الواردة بأن قوات الجيش تمكنت من الوصول إلى محطة الجهيم في منطقة كلابة وكذلك اختراق الخط الأمام لجبهات الميليشيا في شمال شرق المدينة بعد تقدم الجيش في شعبة الكريمة والجهيم الممتدة على جبهة الأربعين شمالا وعلى صعيد متصل تعرض قائد الشرطة العسكرية بتعز العميد جمال الشاميري للاختطاف قرب مديرية طور الباحة في محافظة لحج وتقول المعلومات إن مسلحين من أبناء مديرية الصبيحة اختطفوا الشاميري بعد عطراض سيارته وهو في طريقه لأداء العمرة مع عائلته وأوضحت المصادر أن المسلحين أعود أسرته وتم تسليمهم لقيادات اللواء الرابع فيما يواصلون اختطاف الشاميري دون الكشف عن مصيره وبحسب مصادر محلية فإن السبب الاختطاف له علاقة بقضايا أمنية وجنائية سابقة ليبقى السؤال الذي يعلق به على أحداث تعز كيف أصبح مسؤول الأمن وأفراده صيدا سهلا للعصابات الخارجة عن القانون